تربط جدته حداءه عند مبنى وزارة الخارجية وترتب ربط تعنقه عند مبنى السفارة الجزائرية بواشنطن وبين المبنيين تحدث حكاية الطفل ماتيو هيل صاحب الأحد عشر عاما والذي يعاني من حالة توحد لكنه يطمح أن يكون يوما سفيرا لأمريكا وتحديدا في الجزائر لطالما ألهمتني الجزائر بتاريخها ومساحتها كأكبر بلد في إفريقيا وثالث أقوى اقتصاد في العالم الإسلامي أحببت ثقافتها وفريقها لكرة القدم لكني أكثر من ذلك أطمح لمساعدة الشعب الجزائري وبقية شعوب المنطقة ماتيو الذي نزل ضيفا على وزارة الخارجية بعد رسالة كتبها للوزير وأعرب فيها عن طموحه في تحقيق رغبته هذه وبعد أن تنقل بين أروقتها ومحطاتها تقمص دور المتحدث باسم الوزارة في أول مؤتمر صحفي له في مهمته القصيرة الأمد والتي أداها باقتدار يستحق التناء منذ صغري كنت أتمنى أن أكون هنا في يوم ما وأن أقدم خدمة جليلة لأمتنا العظيمة من خلال بناء علاقات قوية مع دول العالم العربي خدمة لمصالحنا المشتركة المحطة الثانية في يوم ماتيو القادم من ولاية فلوريدا كانت سفارة الجزائر حيث استقبلته هناك البعتة الدبلوماسية الجزائرية وكشف عن معرفة عميقة بالجزائر وتاريخها وأبلغ الدبلوماسيين أنه يرغب في بناء علاقات تاريخية مع الجزائر عندما يتحقق له ذلك الطموح لاحقا نزولا عند رغبة هذا الشاب استقبلناه اليوم في سفارة الجزائر بواشنطن دي سي وتحدثنا معه عن مستقبله وحتى عن بعض القضايا قصة ماتيو تحمل كثيرا من المعاني واحدة منها التحدي في صور عدة ماتيو حدى الطفل الأمريكي الذي تجاوز كل العوائق حتى يبني هذه العلاقة الخاصة من الصداقة بالجزائر من خلال الاستعانة بالبحث في تاريخها وطراتها وكل خلفياتها الجغرافية أكثر من ذلك أن ماتيو يظهر تعلقا واضحا بمنتخب الجزائر لكرة القدم كل الذي يطمح إليه ماتيو لاحقا أن يكون سفيرا للولايات المتحدة في الجزائر ومن الحب ما صدق رابح فلالي الحرة واشنطن اشتركوا في القناة